معارض الأسد لا يسقطون فقط في معارك ضد قواته بل كثيرا ما يكون أحدهم شهيدا بطريقة أخرى رصاصة أو عبوة ناسفة وظروف غامضة والفاعل مجهول هذا هو الجامع بين عمليات الاغتيال التي طالت قادة الثوار ومجموعة من الناشطين المدنيين فالجبهة الجنوبية والغوطة الشرقية وإدلب كانت مسارح لعمليات متشابهة الوصف ولا ننسى أن الأراضي التركية شهدت مثل هذه العمليات كاغتيال المقدم المنشق جميل الرعدون في أنطاكيا عمليات التصفية تطال أيضا الناشطين في مؤسسات ثورية مدنية كاغتيال القاضي بشار نعيمي والإعلامي أحمد المسالمة ومحاولة اغتيال مراسل قناة الجزيرة منتصر أبو نبوت اغتيالات سياسية متكررة تفتح استفهامات عريضة عن المستفيد من اغتيال النخب الميدانية للمعارضة وعن قدرة تلك النخب على حماية نفسها أمير منشق عن تنظيم الدولة اعترف بتجنيد نساء لهذه المهمة ومعلومات متقاطعة تؤكد اهتمام النظام بهذا النوع من التصفيات ولا سيما أنه ذو خبرة عريضة فيها ومن الغريب أن المدعوى خلدون البرهمجي يخالف التوقعات ويتهم جيش الإسلام باغتيالات للناشطين وقادة في الغوطة الشرقية وآخرهم القاضي الأول في الغوطة الشرقية أبو أحمد عيون جيش الإسلام ينفي في بيان هذا الاتهام قطعيا لتبقى فكرة أن المهمة ليس البحث عن الفاعل بل وجوب حماية قادة الثورة مدنيين أو عسكريين لأن أهم ما يسعى إليه أعداء الثورة داخليا وخارجيا هو إفراغها من قادتها وناشطيها الفاعلين